هنبتدي منين؟ هنبتدي معلش عرجعك وراء شوية من اللحظة اللي قبل ما يبتدي مطش نهاية دوري أبطال أفريقيا الأهلي والزمالك كان في اللحظة دي كل عيوني الأهلوية اللي في الملعب واللي بره الملعب لعيبة جهاز جماهير على هدفين؟ هدف أساسي هدف رئيسي وهدف تاني مهم برضو هدف رئيسي انك تكسب بطول الدوري الأبطال وده كان الطبيعي وكان الحلم المشروع والحلم اللي تأخر بقاله سبع سنين والحمد لله حققناه الحلم التاني هو المشاركة في بطولة كاس العالم للأندية والمشاركة هنا الطموح فيها مشروع من حق كل واحد من جميع النادي الأهلي يحلم بالبطولة ويحلم ان هو يوصل مركز أول ده حلم طبيعي جداً وبالنسبة لجميع النادي الأهلي اتعودت انه كل ما بتشارك مش هدفها التمثيل المشرف او ان احنا نشارك ونمشي لا هدفها نوصل بطولة لكن انا بسوف ان الطموح في البطولة دي في مشوار كاس العالم الأندية على مراحل يعني انا شايف ان الطموح الاول تخطي عقبة الدحيل تخطينا يبقى طموحنا المشروع في الوقت ده البرونزية في حالة اذا ما تجاوزنا عقبة الباير ميونيخ يبقى لي لأ ما نحلمش بالمركز الاول واتمنى ان شاء الله باذن الله انه الاهلي يوصل لابعد نقطة هنتكلم على مواجهة الاهلي والدحيل وعلى المشوار بشكل عام في بطولة كاس عام الأندية مع واحد من نجوم منتخب مصر ونادي المقاونون العرب السابق كابتن ايهاب المصري اهلا بيك يا كابتن ايهاب يعني بتشوفها بطولة مهمة بطولة رئيسية ولا بتشوفها كارنفال احتفال وبس مجرد كاس عالم للمنتخبات اه لا طبعا يعني هي طبعا في الاول وفي الاخر انا بالنسبة لي يا ابطولة انت بتتكرم على مجهودك او على مكافأة على بطولة دورة ابطال افراقيا اللي انت تعبت فيها ومشوار كان طويل جدا وكان مشوار صعب في ظل ظروف صعبة جدا ايه دا تتحقق بطولة هي الاغلى والاصعب في خلال الفترة اللي فاتت فهي دا تكريم بيحصل لك بعد الفوز بالبطولة طبعا بطولة مهمة وليها اهميتها الكبيرة طبعا كل واحد دا ما حراك قلت ليه طموح مشروع اللي هو يفكر فيها بس بتتاخد خطو خطو انت حراك بتاخد الامور خطو خطو عايز ايه من البطولة انت الاول عندك الخطوة الاولى هي موضش الدهيل صحيح مش هركز بعدها مش هفكر في اللي بعدها انا بس حبيت ابتدي معاكم الجزء ادي ليه لانه انا فاكر زمان كان في حاجة اسماء البطولة الافرق اسيوية يعني قبل فكرة كاس علام ان دا دي كان بطل افريقيا بلعب البطل اسياء على كاس اسماء الكاس الافرق اسيوية ودي كانت بالنسبة لنا حتى في مصر هنا ما اهلي او زمالك او اي نادي مصر بيلاعب كانت بالنسبة لنا بطولة مهمة جدا وكان بيبقى في حالة فرحة في حالة او نادي مصر يقدر يحققها لما ابتدع الفيفا كاس علام للقارات كانت بطولة مهمة جدا ومصر راحت ولعبت صحيح مع يعني مع يعني مع يعني الظروف اللي حصلت صحيح بالضبط اه لكن برضو كانت بالنسبة للمصرين بطولة مهمة حدث مهم لما الاهلي يجي شارك في كاس علام الاندية وانت بتكلم على تاني اكتر نادي على مستوى العالم مشاركة في البطولة وتاني اكتر نادي في العالم لعبا للمباريات في البطولة حسيت انه فيه ناس بتحاول تقلل شوية من اللا ما فيش اي تقليل من البطولة يعني اي حد يفكر يقلل من بطولة كاس العالم الاندية ده يعني انسان محتاج يراجع نفسه شوية يعني هي القصة كلها انت نادي بطل افراقيا بايرد ميونيخ بطل اوروب يعني هو لو بطل اوروبا شايف اللي هي بطولة مش مهمة او ملاش اي اهمية مش هيفكر فيها ويعتزر عنها او الاتحاد الدولة نفسه مش هيفكر يعمل يقررها مش هيفكر في تطويرها مش هيفكر زي ما هو كان عايز يعمل يقبر الموضوع شوية وده يحصل ده السنالي قائم ما انا بقول لحضرتك هي لو بطولة مش مهمة او بطولة مهمشة زي ما بعض بيحاول يقول مش هيفكروا يطوروها ويحدسوها بالشكل ده فاعتقد لا هي بطولة مهمة بطولة اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يعني يحق انجاز افضل من انجاز السابق اللي حصل بكده بعد البرونزية بس لأول خطوة الدحيل دي هي الاهم لان هي اللي هتفتح لك الطريق للبعد كده ان شاء الله بإذن الله مباراة سهلة ولا مباراة صعبة ولا لا ما فيش حاجة في الكرة سهل يعني الكرة لازم تحترم الخصم بس ما تبليغش في الاحترام طيب اسألك السؤال بشكل تاني من الفرق المشاركة من الست فرق المشاركة في طبع بطل لبرتادورس وصل قبل النهائي عطول وبطل اوروبا وصل عندنا الاربع فرق التانين هما اللي بيتواجهوا في الدور التمهيدي عشان نشوف مين هيقابل الفرقتين التانين فقابل النهائي من الاربع فرق دول كنت تتمنى الاهلي يقابل مين والله انا يعني انا كتوقعت بطل المكسيك بس طبعا كرة امريكا الشمالية هناك دي برضو مش يعني اقولها لك صعبة شوية ممكن عندهم سرعات زي برضو الالسان الكوري اعتقد برضو بيعندهم سرعات كتير قوي فالامور صعبة فانا كان ادحيل بالنسبة لي يعني الخيار الانسب شوية فرقة زي ما قلت حراك او ان نتكلم عليها هي فرقة هجوميا عندها لعيبة كبيرة جدا ومحترمة واسمي محترمة هجوميا عندهم شراسة هجومية بشكل كويس جدا بس عندهم في نفس الوقت مشاكل دفاعية كبيرة او للرباعي خاط الظهر مع حراس المانو عندهم مشاكل كبير كبيرة جدا هما لعبوا 15 ماتش في الدور القطري عندهم 36 جن وعليهم 21 دي يبين لحضرتك قد ايه هم هجوميا كويسين جدا لكن دفاعيين فيه مشاكل نحترمهم طبعا كنادي الاهلي يحترم فرقة الدحيل والامور تتاخد زي ما مستر المسلماني دلوقتي اللعبة بتذكر فرقة الدحيل لكن في الملعب ما ببليخش او بالاحترام يعني انا انا النادي الاهلي انا عايز اكسب عايز اقدم كرة جميلة عايز اوضح للناس كلها او بين الناس كلها انا بطل افراكي اجاي الناس عايزة تشوف كرة بطل افراكي عامنا ازاي فلازم اظهر لهم الوجه ده ما بليخش في احترامي قوي دفاعيا لفرقة لفرقة الدحيل لا انا ايبقى فيه اتزان شوية لكن ما بليخش في الدفاع يعني زي مطشي يعني انا بالنسبة لي مطشي بيرمد في الدوري كان فيه مبالغة شوية من مصر المسلماني او فيه تحفظ شوية كان ممكن فيه اوقات في المباراة كان لو فيه طمع شوية او سن الضغط شوية انا بيرمد في اخر اللقاء بالاخص اخر ربع ساعة كان نادي الاهلي يقدر يطلع باللقاء فدي مباراة طبعا لها حساباتها مطش يعني الناس كتير هتتابعوه مطش مهمة جدا فاعتقد النادي الاهلي هيبقى محتاج يركز دفاعيا وفي نفس الوقت الجانب الهجوم لنادي الاهلي يبقى فيه تركيز نستغل الفرص لانها تتيح لنا فرص كتير او لنادي الاهلي طيب اتكلم معاك انا عارف انك محضر ومذاكر فرقة الدحيل بشكل كويس واضح جدا وحاكي ممكن ذكرت انه الفرق عنده قوة هجومية اه انا بشوف التلاتة اللي قدام دول حقيقة تلات مشاكل وبالتأكيد هم صداع في الراس مستر موسماني طبعا يعني ادميلسن وادواردو او دودو زي ما هو مشهور والمهاجم الكيني في اولانجو في اولانجو بالزبط كده وفين معيز زعالي كماني بس ما تخدش انه يلعب بالاربع فيه اوقات اقول له حاليا حاجة اخر مطش اخر مطش بيلعب الاهلي القطري كان بيلعب اربعة اربعة اتنين وكان بيلعب باولانجو ومعيز زعالي لعب بالتنين فيه اوقات كتيرة بيقدر يعمل كده يعني هو بيلعب ساعات كتيرة بيلعب اربعة تلاتة تلاتة بس اخر مطش هو جرب اربعة اربعة اتنين لعب بالتنين فراودة طريقة صريحة وشكله وجاب هاتريك طوله ما شاء الله فتقدر ده برضو حاليا من خلال طوله او سرعاته اللي عنده بيلعبه كرصات كتير بيلعب عالكورة العالية كتير او السوابت كتير فاعتقد هيتبقى مسئولية على خاطة ظهر النادي الاهلي مسئولية كبيرة جدا اي فلازم يبقى فيه تركيز من نوم او من نصر المسلماني على النقطة دي عشان انا كفر النادي اريح بقى الموضوع ده لازم الفرص اللي تتحلي قدام اخلصها ولو جبت جول لازم اغطيه بالتاني عشان زي ما احنا نتكلم فيه قوة هجومية في فريق الدحية فما تسبب ليش مشاكل اللي انت بتقوله ده اللي انت بتقوله ده تحديدا الهاجس الاجبر بالنسبة للجمهورة دي الاهلي احنا المتشاط اللي لعبناها في الدولة قبل ما نطلق انا فاهم طبعا ان كل مسابقة لها ظروفها الحوافز اللي عند اللعيبة في مسابقة طولها سبيع طويلة جدا محتاجة نفس طويل جدا محققة فيها ارقام لا بأس بيها يعني تختلف تماما عن مسابقة ومشاركة يمكن ما تتكررش غير مرة واحدة في العمر بالنسبة لللاعب يعني بالنسبة للأهلي ان شاء الله هنشارك في كاس علامة عندها كتير لكن بالنسبة لللاعب محدش ضمن ظروف انك انت تشارك تاني يعني تحرك دلوقتي انت شايف فيه لعيبة ما اخدتش دورة بطالة افريقيا بس شاركت في كاس علام وفيه لعيبة خدت دورة بطالة افريقيا وشاركتش في كاس علامة عندها اه اه كيف قولك الحافظ هنا عند اللعيبة نفسها مختلف يعني اللعيبة لما تنزل ملعب احنا بالتأكيد هنشوف ده مختلف تماما عن اللي كنا بنشوفه في المطسطر بلازم يكون فيه تركيز من اللعيبة اللي انا اعمل تاريخ لي نفسي اعمل حالة فنية فريدة لنفسي انا دلوقتي اه مدوري الفني هي شغال بقاله اسبوع على المطش بيحفزني بي فيه محاضرات فيه شغل في الملعب لكن انا بقى في الملعب انا الناس كلها بتفرج علي الملعب كويس الاجواء هتبقى كويسة جدا الاجواء هتبقى يعني يعني اي لعيب كرة يستمتع بالاجواء هناك في الظروف دي بتلعب كاس علامة الندية بتفكر مش هقولك تفكر لانت هتلاعب بيرنميونيخ لا عندك خطوة لانت لما تكسب نالي الدحيل هتعدي لمرحلة تلعب قبل نهاية كاس علامة الندية ده انجاز جديد لك بتفكر بقى مش هفكر فيها بس انت يعني تموح مشروع اه مواجهة صعبة لو في حال تخطي الدحيل هتبقى مواجهة صعبة جدا 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 بدغط الارقام بدغط الكورة مع نادي بيرنميونيخ بس برضو هتبقى بتلاعب بيرنميونيخ يعني مفروض مطش للتاريخ اه مطش للتاريخ ده مطش للتاريخ يعني طبعنا نظر بقى هنا عن حسابات التأهل تكسب تخسر ده انت لعبت بيرنميونيخ حساب لك طبعا فلسي بي بتاعك يعني انا لو كنت لعيب في المطش ده انا اقعد احكي الاولادي واحفادي اه اتاكد المطش بتاع قطر كابتن براكات لما جاب الجن احنا لغاية دلوقتي صحيح الناس بتتكلم عن مطش البيرنم وليه مطش قطر مدريد مطش هولندا كابتن ماجد عبدالغاني بيتكلمنا عن الجن لغاية دلوقتي اهل وران مدريد المطش اللي كان في المطش بتاع صندي طبعا المطشات دي اللي بيجيب جول كمان فيها فأتمنى اللعبة تكون عندها الحافز في المطش اللي هي تعدي مطش الده طب اسمح لي اسمع رأيك في تشكيل نادي الاهلي ونسمع كمان جزء من رأي حضراتكم على سؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة ايه هو التشكيل امسا للاهلي في مواجهة الدحيل بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع مع كابتن ايهاب المصري مرة تانية في السادسة يا اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية واهلا وسهلا طبعا بكابتن ايهاب المصري اهلا بكابتن ايهاب يعني يمكن كنا بنكلم على تشكيل الاهلي وعلى نقاط القوى الضعف في الدحيل تسمح لي افكر حضراتكم برضو مرة تانية السؤال لسه مطروح على صفحاتنا من وجهة نظرك ايه هو افضل تشكيل الاهلي في مواجهة الدحيل واستمح لنا قبل ما نسمع وجهة نظرك في شخصية كابتن ايهاب نستعلق كده جزء من إجابات الناس اللي متفق الحقيقة يعني هو زي ما انت قلت في دائرة الحلقة تسعين في الماء من قوامة التشكيل معروف مع الاختلاف على اسم أو اسمين صحيح صحيح طيب نبتدي بأبو مروان بيقول مساء الخير عليكم التشكيل أهلي المناسب الشناوي وهاني وبدر وأيمن معلول وديانج والسولية طاهر وقفشة وكهربا ومعاهم محمد شريف في ديدو أحمد الشناوي علي معلول أيمن أشرف بدر بنون محمد هاني عمر السولية أليو ديانج طاهر طاهر وأفشة وكهربا وولتر بوليا إبراهيم عطى الشناوي معلول وأيمن وبنون وبكهم ديانج وحمدي كهربا وأفشة وطاهر وشريف يوسف حجاج الشناوي معلول وأيمن بنون وهاني حمدي وديانج كهربا وأفشة وطاهر وشريف هقول له هراك يعني بعد إذن هراك هو الاختلاف هتلاقي هراك على مين يلعب حمدي وديانجو والسولاية واحد يعني اثنين من الثلاثة وشريف أو ولطن تمام وهاني أو بك بس يعني على حسب حالة هاني على حسب حالة هاني لكن هو التشكيل لو في الأمور العادية هو كله رايح الاختلاف كل يعني خلينا نبتدي المحسوم الشناوي معلول معلول أيمن بدر بنون حمدي فتحي حمدي فتحي يتحط جنبه بقى يا السولاية أو ديانج هما الثلاثة ما شاء الله عليهم فقل لي بقى أنت تشكيلك انت خطني الحداشر الحداشر اه زي ما قلنا كده هاني بك يمين لو سليم لو مسسليم ألعب بأكرم توفيق تلعب بأكرم توفيق ألعب بأكرم توفيق على رغم أنه بك هم يعمل مطش حلو جدا في أنا أحتاج أكرم دفاعية ممكن بشكل كبير جدا تمام انت لك هداف من المركز زي ما قلنا عندهم الرباعي الهجومي أو السلاسي الهجومي المثلث الهجومي عندهم بشكل دودو أو المعز أو اللي يلعبه طرفين بشكله خطورة كبيرة جدا فأنا أحتاج ممكن أكرم كوة دفاعية أقوى شوي هلعب يعني هيا دي بقى أنا بقى كمان مخطأ يعني أنا بالنسبالي التلاتة سواء حمدي أو ديانج أو السلية هو من أقوى خطوط الوسط في أفراقيا بصراحة يعني التلاتة أي اتنين يلعبوا من التلاتة في ناس كتير على فكرة رايحة أنه نبتدي بالتلاتة يعني في ناس شايفة أنه ده سيناريو محتمل خليني أقول ممكن لأ ما ابتديش بالتلاتة أنا مش عايزة بالغ قوي في احترام الخصم هضيع مني وقت كتير قوي يعني ممكن في أوقات من الملقاء ممكن هاحتاج التلاتة هاقف النص ملعبي إن شاء الله لما يكون متقدم وقفنا عندها أنت قلت لي زي ما هما بيتميزوا والحمد لله أنا بيتهيالي أنت كنت أستطيع تقول لي مجموعة من الأسماء اللي رحلت عن عن تحيل اعتقد كتكت منزوكيتش ورامي رضائيان الرامي رضائيان الإيراني ده راح بالدورة بلجيكي كان باكرايت محترم جدا وكان هداف بلعب نوع كويس جدا منزوكيتش طبعا طبعا قوة كبيرة وقوة هجومية كبيرة ورايح باير يعني جاي من داع باير ميليخ وراح يوفي وذاتي راح إيسي ميلان إنتر أو لا إيسي ميلان إيسي ميلان إيسي ميلان آه راح الميلان راح الميلان راح الميلان فقوةين كبار جدا فأعتقد برضو أفقدهم برضو بعض القوة زي ما قلت حالك هم فرقتين يعني هيا فرقة محترمة بس ما بلغش في احترامي لها عندهم خط ظهر مهدي بن عطية وبسام الراوي ده صاحب الوصول العراقية هو أو أحمد يعني بيلعب جنب مهدي بن عطية هو أو أحمد ياسر محمدي واحد من الاتنين بسام الراوي أحمد أحمد ياسر محمدي واحد منه هو اللي بيلعب جنب مهدي بن عطية مع الحارس اللي هو الحارس صلاحة زكريا اللي احنا فأنا اللي هو حارس صغير في السن الحارس الجديد الشاب 21 سنة عنده معنوش خبرات كبيرة جداً برضو تقدر تستغل النقطة دي يعني أعطاقت وسييرة دفندر في نصف الملعب هو لعيب كويس لعيب كرة بيقطع كرات مقاتل بس بيعرفي لعب كرة يعني هو السييرة ده في نصف الملعب ده النموزاجي ده كابتنين الفرق اه يعني هو ده لعيب كويس عندهم في نصف الملعب فهم دفاعياً في مشاكل الطرفين عندهم في مشاكل برضو وحارس المموزاج ما تقدر تشغل عليكم هجومين كويس جريب قوي انه يبقى فيه فريق لعب يعني بحجم مهدي بن عطية طبعاً نجم منتخب المغرب ونجم البايرن السابق ونجم اليوفي السابق ومع كامل الاحترام والتقدير انا عرفت انه يعني سمعت مش متأكد من المعلومة انه رفض عرض من كان جاي له كان جاي جاي له عرض اه اعتقد كان احترف تاني برا هو يرجع تاني منشاستن يونايت ده اللي اسمعناه ما عرفش بس هو كان اعتقد كان في فترة انتقلات دي كان ممكن يغادر الدحيل بس ما عرفش اه بس غريبي بقى موجود وبتاحتز شباكة الدحيل 21 هدف في 15 مباراة هم فازوا في 15 مباراة فازوا 9 اتعادلوا مطش واحد اتغلبوا 5 مطشاة هزيمة 5 مطشاة دي برضو كفرقة بحجم النادي الدحيل المفروض اللي هو كان بطل الدور القطري الموسم اللي فات هو دلوقتي ترتيبه التاني لكن كفرقة بتنافس على الدور القطري خمس هزيم كتير خمس هزيم ويخش فيك 21 جول لا يبقى انت فرقة اه فرقة قوية بس في مشاكل شوية كان عندهم موليد الركراكي المدير الفني وبعد كده جابوا صبر لموشي طبعا مدير الفني يعمل خبرات كبيرة في الكرة القطرية برضو فبدأت الامور يعني شوية بس هما برضو في مشاكل دفعية كتير في مشاكل عندهم يقدر مستر مسلماني والنادي الاهلي يشتغل عليها بشكل كويس جدا مع التركيز في انهاء الهجمة والنادي الاهلي في الفترة اللي فاتت برضو أطوال عندهم ايه الأطوال مهدي معوطية أصلا يعني من اللعيبة طبعا طويل أحمد يسر المحمدي برضو طوله كويس بسام الراوي الكرة السابتة هتبقى برضو فيها شوية لكن بسألك شان كده يعني ال 21 جول اللي دخل دول والخمس هزيم اللي طلقها دي حيل نتيجة ايه ما اقول لها لك برضو بالقوة الهجومية اللي عندهم دي ممكن الأدوار الدفاعية بالنسبة للرباعي أو الثلاثي اللي قدام ما بتكونش بالشكل الكافي فميرجعش يأمن مع نص ملعبه فبيبقى فيه مساحة كبيرة أو في نص ملعب سيرة أنا قلت حالك لعيب كورة يعني بيقطع بس لعيب كورة الواحد في نص ملعب فممكن تلاقي مساحات كتيرة قوي أو هجمات كتيرة بترايح على الرباعي في خاطة ده فبتسبب لهم مشاكل كبيرة جدا فدي نقطة برضو لازم النادي الأهلي أكيد مستر المسيماني واللعبة بيذكر الكلام ده وبيدرسوه كويس جدا وبيشتغل عليه فأتمنى إن شاء الله يكون يوم موفق لنادي الأهلي ويوم كل اللعبة في حالاتهم الفنية والبدانية لأنه هيفرق كتير جدا لأن النادي الأهلي من الفرق اللي بتوصل كتير أول جون الفترة اللي فاتت في الدور المحلي طبعا ده مسابقة ودي مسابقة بس في الفترة اللي فاتت النادي الأهلي بيوصل كتير لكن بيبقى فيه برضو يعني اللامسة الأخيرة بيبقى فيها مشكلة للفترة اللي فاتت أتمنى يكون التوفيق حليف شريف أو بوالية في المطش أيضا ما حد فيهم طاهر وكهربا حسين الشحات اللي أتمنى اللي هو يبقى عارف حب جمهوري الأهلي ليه ومستني منه كتير جدا لأن حسين من لعبة المهمة جدا في النادي الأهلي وأتمنى اللي هو يكون عارف لو فيه حد زعلان منه من الجمهور دلوقتي هو ده عشمان فيه إن حسين لعيب كبير طبعا فعشمان من حسين أكثر من كده بكتير جدا وأتمنى يكون حسين عند حدث نظر للناس لفترة اللي إن شاء الله ورغم إنه الناس كتير مش شايفة إنه حسين يبدأ المباراة لكن بتهالي كمان حتى لو ما بدأش حسين ممكن يكون واحد من أهم الأوراق الربحة حسين لعيب كبير هي بأوراق مهمة جدا للمنسي المسلمين على الدكة حسين لعيب كس عالم أندعب لكده وعارف الأجواء طبعا وصل مركز تاني مع العين الإماراتي مع العين الإماراتي لعيب كبير هيقدر يفرق يعني مع نادي الأهلي هيبقى ورقة مهمة جدا ولو نزل وقدر يساعد وتغيير شكل نادي الأهلي في اللقاء أعتقد هتفرق كتير قوي بما حسين الفترة الجاية حسين بالذات من يعني من كل العيب الأهلي بشوف أنه البطولة دي بالنسبة له فرصة مهمة جدا يعني هو فرصة كل يعني غير أنك أنت سعيد بأنك تكون في كتبة الأهلي في كاس العالم وغير قصة التاريخ وغير قصة المركز اللي ممكن استعاد السكة بينه وبين الجمهور بالضبط كده يعني فرصة أولا أنت برا أجواء لطيفة جدا يعني لأي لعيب كرة في معسكر مغلق معزول عن عن الأجواء كلها بايد عن الإعلام شوية مراكز في بطولة معينة أو في مراكز مطش فممكن تستغل الفرصة يعني أنت بينك وبين نفسك في حساباتك أنت كنت عارف كابتن إيهاب سواء أنت مع المنتخب أو مع المقاولين في وقت من الأوقات اللي عيب بيبقى بحتاج بينه وبالنفسه بصرف النظر عن الجهاز بيقول له حاجة ترجعك السكة لنفسك يعني دي فرصة لحسين وبواليا وبواليا أعتقد محتاج بطولة زي دي ممكن يعني بواليا يبدأ مطش الدحية الورج جدا بالنسبة كبيرة مكان شريف يأدي مطش كبير يهدف يكسب نادي الأهلي هتلاقي ثقة الجمهور رجعت بينها وبين بواليا هي أصلا بواليا لسه يعني عايز برضو الناس تصبر على بواليا بواليا مهاجم كويس جدا إحنا شفناها في الدورة المصر من خلنا للجونة مش مهاجم فيديوهات لأ إحنا شفناها مهاجم بيجيب من نصف فرصة هدف حلو مهاجم فيديوهات أه ما أقول له حضرك حاجة أصلا أنا مش ما شفتش ما سمعتش مثلا يقول لي ده أنا النادي لفلان جايب مهاجم من محترف في الدور الفرنسي الدور البلجيكي أنا ما شفتهش مثلا أو بشوف فيديوهات آه كويس لكن بواليا إحنا شايفينه مع نادي الجونة من المسلم اللي فات في الملعب عادي ممكن أي مهاجم في العالم بيجي له ممكن عنده سوء توفيق بس هو بيتحرك و بيروح للجون هو بيتحرك كويس بفرود محطة كويسة عنده سرعات بيخلق من الساحات لزميله يعني في مطش الانتاج ما هو نزوله النص الملعب هو اللي فضل إحسين عشان يحط له الكورة فهو عنده عنده الإمكانيات أعتقد محتاج جوله واحد هيشيل الضغوط اللي عليه كله صحيح وليه مش بواليا وشريف يعني ليه الناس ما بتفكرش في السناء ده مع بعض ممكن في أواد يعني ظروف المطش ممكن تكبر مستر موسيماني على كده يعني ممكن تكبره اللي هو يلعب بالتنين مرة واحدة عايز يكسف الزيادة الهجومية عندي والفعلية الهجومية عندي مع ضعف خط ظهر الدهيل ممكن يفكر فيها أكتر من اللقاء على حسب سر اللقاء برض فكل الأمور مطروحة لكن هي طبعا البداية هتكون بواحد من الاتنين وممكن ساعات برضو أحط شريف على طرف من أطراف أستغل شريف بتكملة شريف على الجل وتكملة شريف وسرعات شريف أقدر أستفيد به على طرف من أطراف برضو أهم من قطة الضعف سواء كانت في مراكز أو كانت في أسماء لعيبة أو في طريقة لعب الدحيل من وجهة نظرك اللي يعني استغلتها خمس فرق وقدرت أنها تكسبهم في مشوار الضعف رباعي خط الضهر رباعي خط الضهر الأربعة الأربعة سواء الباك يعني فيه باك شمال سلطان البريك وفيه الباك اليمين إسماعيل إسماعيل محمد أو علي مالالله واحد من الاثنين علي مالالله ده كان جناح وبدأ يرجع يلعبه باك 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 يمين الفترة اللي فاتت هو كان زي حسين كده جناح يمين بس رجعوه الفترة اللي فاتت يلعب كده فأعتقد هم القصة كده هتبقى يعني فيها مشكلة شوية علي كريم اللعيب كويس في نص الملعب ده لعيب جديد لعيب جديد فيه كمان خالد صالح لعيب كتري عنده عشرين سنة ده برضه من اللعبة الكويسة جدا فأعتقد هي خط ضهر نادي الدهيل مع مركز راس المرمى هي اللي النادي الأهلي هيشتغل عليه تمام كنت بتكلم معي على الأطوال في ده اللعيب ده برضه طوله مية خمسة وتسعين حاجة برضه طويلة فيه فيه أوقات كتيرة من اللقاء على حسب النتيجة اللقاء لو هو مغلوب أو هو متعثر بشكل في الملعب بينزله فيبقى عندك هو ولانجو ده اطوال دي بالنسبة لنا مشكلة مشكلة لازم في العرضيات لازم توقف في العرضيات أساسي لازم لازم تمنع وما تعملش فاولات كتيرة من على 18 ما ترتكبش أخطاء كتيرة على 18 ما تسمعش بأن كورة تخش في الهواء يا كورة عالية تخش صندوق فده هيبقى من ضغط الأدام اللي انت تمنع أصلا الكورة تولاد لعب الاثنين اللي قدام الفراغ عموما بتشوف فيه وقت يعني مثلا بينجي نبص على بطول الدوري أبطال أفريقيا وانت بتنافس فيها كبار ماريخ طبعا فرق ماريخ في السودان فريق تقيل وليه تاريخ ويعني هو والهلال طبعا والهلال زي الأهل في مصر الوداد والرجاء نفسها في المغرب لكن ده مش بالضرورة يبقى مقياس قد رئيس عليه قوة الفريق في مسابقة كبيرة زي دوري الأبطال الأفريقي تمام أكيد أكيد الاحتكاك مختلف ده ينطبق الدحيل من وجهة نظرك يعني ممكن الدحيل نبقى حاسين انه عنده انتدابات وأسماء وإدمالسن وودودو وولانجو تمام جدا بس ده كلام ده ممكن نبقى يعني بين هما مصادر قوة وتهديد في الدورة زي الدوري قطري ما هو ده قوة النادي الأهلي وقوة فريق النادي الأهلي أعتقد ما أنا بقوله حراك قلت حراك في الأول احنا نحترم فريق الدحيل بشكل كويس جدا وليها كل الاحترام لكن ما بليغ ش في احترام إليها يعني ما مكبرش الأمور الدحيل هو الفريق المرعب للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي قادر بكل الطرق اللي هو يتعامل مع نادي الدحيل بخبرات النادي الأهلي وخبرات العيب النادي الأهلي يقدر يتعامل مع فريق الدحيل احنا نحترم اه او نادي النادي اهلي يحترم فريق الدحيل لكن ما بليغ في الاحترام يعني لأن في حاجات انت تقدر تتعامل مع الدحيل مش الدحيل في الدور القطري خسر خمس مطشات فأعتقد الفرق فيه برضو فروق كبيرة بين الدور القطري والدور دور رقوي ويعني فيه جواه لعبة كتيرة جدا محترمة ولعبة على مستوى عالي جدا ولو خادت فرص كتير هتبقى لعبة كبيرة ولعبة لها شأن كبير تصريحاتهم في الدحيل الاول ما القرعة عملت ان القرعة ظلمتنا بمواجهة الاهلي المصري في الفتاح برضو زكية شوية انا شفت برنامج برامج كتيرة في قناة القطرية اللي هما بيتكلموا للنادي الاهلي هو الاقوى ما بين اولسان والفريل مكسيكي يعني هما كانوا بيتمنوا مواجهة اولسان الكوري عن النادي الاهلي على رغم ان هما خرجوا من دور المجموعات في بطولة اسيا مدى احترامهم وتقديرهم لقوة ومكانة النادي الاهلي فلازم اللعيبة تكون عارفة اللي هي بتلعب باسم النادي الاهلي بتلعب باسم المصر رايحة اعمل تاريخ لنفسي اصنع تاريخ لنفسي عندي الحافز داخلي مش مستني حد يقول لي او يحفزني او يشجعني من جوه لا انا انا رايح عارف انا عايز اعمل ايه عايز احقق انجاز كبير لنفسي والنادي والبلدي اللعيبة اللي بتلعب اول مرة في بطولة كبيرة يعني ممكن لعيبة تكون شاركة مع منتخبات قبل كده في يعني عند الشناوي مثلا شارف كاس عالم فبالنسبال وفي لعبة لعبة كاس عالم قبل كده لعبة نالي الاهلي لعبة نالي الاهلي وعندها كبيرة وعندها كبيرة اللعبة دي بيبقى عندها لأنا بقصد تفتكر يعني جاهز يدخل على طول في البطولة ولا هيبقى فيه رحبة بتهالي البطولة نفسها ممكن يبقى لها لها رحبة أكيد لها رحبة بس في يعني مثلا طاهر محمد طاهر شخصية أنا شايف شخصية لعيب كبيرة عنده شخصية النادي الاهلي أنه هو في النادي المقاونين كمان يعني عشان أنا على علم بطاهر كمان من الناشئين فطاهر لو حالك شفته ماتش برمتز كمان هو عنده شخصية في لعيب عنده شخصية في الملعب مش فارق معاه الأجواء أو مش فارق معاه ماتش كبير ماتش مضغوط فدي ده اللعيب بتاع النادي الأهلي اللي هو رايح آه في رهبة من البطولة كبيرة زي بطول الكاسة العالمي عنده بس أنا أنا بلعب في النادي الأهلي فعارف أنا برضو بلعب في فريق كبير جاي من بطل أفريقيا فهعندي ثقة في نفسي فهبقى نفسيا ومعنويا أكيد يعني جاهز جدا السؤال الأخير لك عشان وقتنا الجماهير لأول مرة من أنا مش فاكر من إمتى بس من كتير قوي الأهلي يلعب مباراة وسط حضور جماهيري وأنا بيتهائلي أنه جماهير النادي الأهلي هتكون هي موجودة بشكل كبير في المدرجوات حتى لو كانت نسبة تلاتين في المية هي نسبة السامح لكن الوجود وجود الجمهور اللي جهو الأستاذ والأهلوية عارفين كواس قوي أنه اللي بره للساد قدوم عشرات المرات طبعا وطبعا الظروف الكورونا طبعا بس تواجده جمهور هيبقى عامل مهم جدا اللعب هتبقى عندها اشتياء اللي هي تلعب في وسط الجمهور عايزة تبدع أو تعمل تطلع كل اللي جواها الجمهور هيبقى داعم بشكل كبير جدا للفريق هشجع الفريق بكل ما أوتي من قوة لأنه هو فرحام بفرقته جاي يحتفل بفرقته اللي هي ليه سوا دا بطولة أفريقيا بقى له كتير ما شافهاش ما حضر لهاش مطشات من الملعب فأعتقد اللعبة لازم لازم تحط في اعتبارها كده إن فيه جمهور هيفرح قد إيه لما نكسب المطش ده فأعتقد اللي دي هتبقى مكافأة يعني أنا شايف الجمهور بصراحة في قطر عامل شغل كويس وبشوف استعداداتهم للبطولة فأتمنى أتمنى فالاستقبال لوحده ده يعني خلي الواحد يبقى عايز ينزل يكسر الدنيا أتمنى اللعبة تكون مقدرة الموقف ده وأعتقد وجود كابتن الخطيب كمان معاهم على رأس البعسة وتواجده بشكل يعني فيه فيه تقارير هناك بيتكلمه على بيشيده بدور كابتن الخطيب كمان اللي هو بيستنى لغاية آخر فرض في البعسة بيطلع الأمور الصغيرة خطيب بيعملها فدي مسؤولية كبيرة عن اللعيب طبعا فإن شاء الله كل التوفيق لهم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا شرفت السادسة ونورتها أنا شرف لها طبعا تواجد في كورنات الندي أهلي وتواجد مع حضرتك وإن شاء الله يكون ماتش يوم الخميس إن شاء الله خير لكل الأهلوية وكل مصر بإذن الله إن شاء الله بإذن الله مصر كلها إن شاء الله تفرح بإنطلاقة الأهلي في المونديال ويكون نتيجة إيجابية بإذن الله نتمناها بشكر حضرتكم مع المتابعة وبكرة هنكمل تغطيتنا لمشوار نادي الأهلي في مونديال الأندية تحياتي لكل جماهية نادي الأهلي لتابعتنا النهار شكرا لحضرتكم